عدنا أحد الأخوات تسأل جنابكم تقول متى تتم صلاة الاحتياط وصلاة السهو تحب الشرح يكون بالتغصيل بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان الوقت ما يسع لكن احنا نحاول نختصر صلاة الاحتياط هي الصلاة التي تعقب الصلاة المشكوكة أو الذي وقع فيها الشك في عدد ركعاتها الشك اللي يكون بين الثانية والثالثة والثالثة والرابعة أو بين الثانية والثالثة والرابعة هناك صلاة الاحتياط بالركعات هنا إذا شك في عدد هذه الركعات وفي خصوص هذه الأقسام الشك بين الثانية والثالثة أو الثالثة والرابعة أو بين الثانية والثالثة والرابعة هذا الني هنا المتيقنة من عنده تبني عليها وبعد ذلك تعقب الصلاة صلاة الاحتياط اللي هي إما ركعتين من قيام أو ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وركعتين من جلوس بحسب الفرض نعم نحن ذكرناها يمكن في أحد الحلقات بالتفصيل بالتفصيل تمام في هذه الحالة تجب هذه صلاة الاحتياط صلاة الاحتياط مثل صلاة الصبح وفيها يقرأ الحمد فقط يعني بها نية وبها رفع ايديين وبها تكبير تحرام وركوع وسجود وتسليم وتشهد وتسليم إلى آخره لكن بالحمد فقط ليس الحمد والصورة هذه صلاة الاحتياط تمام تعقب الصلاة مباشرة أما السجود بل قبل السجود جنابك تقول مثل يعني الصلاة العادية بس صورة الحمد أقرأ بي يعني إذا كان فرضا اشتباه هو عنده في ركعة واحدة هنا يصلي ركعة دين صلاة الاحتياط لو ركعة واحدة يصلي يعني صلاة الاحتياط التي تكون ركعة واحدة بل بل ركعة واحدة مثلا من قيام عوضا عوضا عن الصلاة اللي صار به أو الركعة اللي صار به يشتباه ركعة واحدة فقط بل يصليها بنية و إن كان ركعتين يصلي ركعتين أو ركعة واحدة يصلي ركعة واحدة أهسن هذه يسمونه صلاة الاحتياط أما السهو أما السهو أيضا تعقب صلاة الاحتياط وربما وحدها في الشكوك الأخرى مثلا بين الرابعة والخامسة أو بين الرابعة والخامسة والسادسة أو بين الخامسة والسادسة هذه الشكوك الأخرى يعقبها لا يوجد صلاة احتياط وإنما شنو اللي وراها مباشرة سجدتي السهو هذا في سجدتي السهو للصلاة المشكوك فيها أيضا الها داعي آخر هذه سجدتي السهو كل ما أكو مثلا زيادة أو نقيصة في الصلاة كل زيادة ونقيصة في الصلاة يعقبها بعد ذلك طبعا الزيادة والنقيصة ما الذي تهدم الصلاة ما الذي تبطل الصلاة التي لا تبطل الصلاة هذه الزيادة والنقيصة عقيب الصلاة مباشرة يأتي بسجدتي السهو مرات سيدنا المكلف بأثناء الصلاة هو يريد يقول السبحانيات بس أول ما يبدي سهوا يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويريد يبدي بآية الحمد أو بصورة الحمد عفوا فبعث هيرجع السبحانيات هنا يصير عنده شوية اشتباه أو زيادة أو زيادة لا بس بعض الأحيان هو الاشتباه دائما يتعرض للمكلف هو الاشتباه هنا يروح سجدتيسة هنا لأنه في الركعة الثالثة أو الرابعة تقرأ السبحانيات لكن أيضا تقدر تقرأ صورة الحمد مرة واحدة بدل منه بدل هذه السبحانيات هذا إذا كانت في الركعة الثالثة أو الرابعة أو الرابعة بس إذا كانت في الركعة الثالثة قرأ السبحانيات بالركعة الرابعة يقدر يقرأ الحمد لأنه هي الحمد والسبحانيات وحدة من عندهم تختارها وتقراها بذنة أحسنت سيدنا البعض يقول على أنه الركعة الثالثة إذا قريت بها السبحانيات ففي الركعة الرابعة حتما لازم تقرأ بها السبحانيات أو إذا بالركعة الثالثة قريت الحمد ففي الركعة الرابعة حتما ولازم تقرأ الحمد إذا كان هكذا الأمر وهي من الزيادة تعاد فعليه سجدتي السهوليش لأنه للقاعدة اللي تقول أن لكل زيادة ونقيصة سجدتي السهولي أحسن